موسيقى 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 السلام عليكم اليوم بنتكلم على موضوع هام جدا وهو موضوع بناء بما يسمى بالمغرب العربي والتصريحات اللي والفنا نسمعها ان الجزائر لم تكن تعمل لصالح المغرب العربي وان جزائر عندها سياسة عدوانية تجاه جيرانها وحتى واحد الوزير اللي كان وزير اول في تونس هذا المرزوقي يعني ما اكتشف انه عنده واحد مشدوده في المروقي اصبح يقول بعدما كان يساند الجزائر ويفتخر بالصداقته مع ابو تفليقة وكان يدافع على السياسة الجزائرية انه عنده احد من جدوده في المروقي غير السياسة بدل الفيستا يعني بكلياتا وصبح يهدر على المروق انها يقول ان الجزائر هي سبب تعطيل لعطلة المصال الوحدة الوحدة المغربية يعني نفاق 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 وثاني يعني نشوفوا لنا السياسة المخزنية والتصريحات على المخالي المخازنية كل مرة يجوا يطالبوا بالفتح الحدود وكأنهم يعني يعني الناس يحبوا يوروا العالم بأنهم يحبوا جيرانهم وبلد يعني المروق بلد مفتاحة يعني شي كله سياسة سياساوية تم بنياعة النفاق والتيهود ونجد ونثبت لكم العكس تماما العكس بما على هذا الكلام شكو اللي كان يبني المغرب العربي في الواقع على الأرض على الأرض هو الجزائر ونشوف ونثبت لكم معنا نشوفوا هذه الطريق السيار الشرق غرب على الحدود مع تونس نروح نشوف الحدود مع تونس طريق السيار نشوفوا الخط بتاع طريق السيار مع تونس نشوفوا وين واصل إلى الحدود التونسية لكن لم ينجز أي شيء من الجانب التونسي نروح نشوف نروح نشوف ضرق الحدود الغربية مع تجارة 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 نفاق يدعاوا بأنه هم يحاوسوا يفتحوا الحدود وأن المروك بلاد منفتح على العالم حتى يلحقوا يوصفون بالذي احنا الدولة يوصفون بكوريا الشمالية الجزائر هي كوريا الشمالية نشوف نروح نشوف إذا صح هذه الجزائرية كوريا الشمالية نروح نصل إلى المغنية المفروض الطريق السيار هذا الذي يدرناه في الجزائر وكان كانت صح دولة مغلوقة وما تخدمش الفائدة المغرب العربي الكبير المفروض كانت الطريق السيار يوصل إلى المغنية ويحبس هنا لكن لا شوف مرح طريق أين هو الابصل هنا سيار وكانت طريق السيار وكان يظهر وقاطة مخدم بمعايير دولية مخدم بمعايير دولية طريق السيار هذا انت CoC اه اين هو طريق السيار? هاديك هنا الطريق السيار. نشوف طريق السيار هذا. هاديك هنا. هاي هنا توضحت الصورة. هنا نشوف طريق السيار. ونشوف كل هاد الطريق هنا. وين راه رايح يا جماعة? وين? هذي بلد اه كوريا الشمالية. ها? يمشي يمشي. نشوفه وين راه رايح طريق السيار هذا. انت على الدولة اللي ما تخدمش المصالح انت على المغرب العربي. نشوف وين راه رايح طريق السيار. نتبعه. الى شوف وين يحبس طريق السيار. شوفوا وين يحبس يا جماعة. يا جزائريين ويا مراركا ويا توانسا. ويا اه كل من يسمعوني ويفهم كلامي. شوفوا اين اين ينتهي طريق السيار انت على الجزائر. هاو الخط الاصفر. تعرفوا شون الخط الاصفر هذا? الخط الاصفر هو الحدود انت على المملكة المخزانية. المنافقة. النفاق. نفاق. الله اكبر. هنا الدليل القاطع. ان الجزائر لا تخف. لا تخاف من جيرانها. تحت لهم طريق سيار. فتحت لهم طريق سيار. لان في الجزائر عندنا نية صافية. عندنا امل ان تكون يوم ما حدود مفتوحة. ويكون طريق سيار يختار الحدود. هذه هي الجزائر العظيمة. هذه هي الجزائر العظيمة. امام سياسات سياسوية. ميمي وسيسي وفيفي. شوفوا يعني هذه الطرق السيارة اللي تختارق الحدود. موجودة الا في اوروبا. موجودة الا في اوروبا. دولة عربية مثل مروق وتونس. ما يمنوش بتطريق السيارة اللي يختارق الحدود. شوفوا اي 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 طريقة يعني لبناء صيلة بين الشعوب منتع دول مجاورة. اي اي سيغة افضل من طريق السيار. ما كاش افضل من طريق السيار. الجزائر بناء طريق السيار الى حدود بضعة امطار على الحدود منتع دولة المروق. اين هي طريق السيار هنا في المروق? لم يفعلوا الشيء. لم يفعلوا الشيء. وبعد يجوا يتبجي يبعتوا الدباب الالكتروني التحم اللي خلصوها في المخزن. وبيت بمساعدة الدول اه. منعرفوها رهم طبعوا معها درك. اه يديروا سياسة التايهودية هذيك. واحنا احنا نحب نفتح الحدود. وشعبنا وحنا خاوة خاوة. واش درتوه? واش درتوه بحل الارض? واش درتوه? طرق السيارة تعرفوا تبنوهم على السواحل الاطلنطي. لجلب السياح. انتع السياحة انتع الفسق والدعارة. هذيك تعرفوا تديروا طرق السيارة. لكن بها تدير طريق سيار. تدير طريق سيار. ليربط طريق السيارة الجزائري. اه. هذي الجزء انتع طريق السيارة هنا. هو عربون انتع محبة وانتع نية صافية من الشعب الجزائري من الدولة الجزائرية الى اخوانينا الشعب المغريبي. هذي عشرين كيلومات اندارت من اجل الوحدة المغربية. اللي هما يتكلموا عليها في السياسة والتنوفيق والكلام الفارغ. لكن اللي هما يبنوا آآ ماطار هنا آآ آآ ممكن هذا المغرب عنده اهداف اخرى. لا ينفع من ناحية التواصل الشعوب بين آآ المغرب والجزائر. المغرب هذا ما عنده حتى منفعة. طريق السيارة افضل. اش كل ما يحلمش يركب في السيارة في طريق السيار وينمر من دولة الى دولة اخرى. هذه موجودة الا في الدول الاوروبية. موجودة من فرنسا الى بلجيكا ولا من فرنسا الى المانيا ولا. تم موجودة الا في في الدول في اوروبا. لكن الجزائر فعلتها. الجزائر فعلتها. شوفوا هنا الطريق السيار. شوش امر عاجيب. امر عاجيب. والله امر عاجيب. نشوف الطريق السيارة هنا. كيف ينتهي عند الخط الاصفر هذا? عند الخط الاصفر والمراركة اللي يتبجحوا ويتكلموا ويتنوفقوا. ان هم يريدون فتح الحدود ويردون تواصل الشعوب بينها. لم يفعلوا الشيء. لا طريق هنا مفتوح ولا اي شيء. نفس الشيء من جهة الشرقية مع تونس. اين هو اين هو مغرب الشعوب? اين هو مغرب الشعوب? طريق السيار هي هو مغرب الصيارين? تمر المئات الالف السيارات اه من جانبي giants وتحونا نجيب. نفتحنا لكم. احنا رحين نفتحنا لكم. هل ترдержوا نتربىوسقموا روحكم. سقموا روحكم يا Maraa Rika. نحن فتحنا لكم الطريق. انتحنا لكم الطريق. الخريطة الخريطة هذه الصورة هي افضل من ألف فيديو الدوباب الإلكتروني ألف تصريح وزير مروكي وراه المقابل وراه المقابل أنتم أنتم تتكلمون ولا تفعلون لكن من الحدوء من جهة الأطلاصي أنتم تبنوا الطرقات والطرق السيارة من أجل من أجل أغراض أخرى جلب السياح من تعلق الأوروبا وتطوير السياحة الجنسية وكذا لكن السياحة مع الجزائر هي عندكم تماس سياسة عندكم سياسة الله حسبونا الله ونعم الوكيل في خيانة ونفاق المسؤولين تابنوا المطار حاولي هايزو الجبغال وهو المطار هنا جزء مقابل لهنا ما نعف علىها لأي سبب وعندكم لابيست هنا مقابلة رايحة مقابلة انتك تدير لابيست هنا راح تجي من جائرة رايح للجزائر طائرة راح تتخل في المجال الجوي الجزائري كي باش تتحبط هنا رابيست هذه لكي تكون هابطة ولكي تكون طالعة راح تتخل في المجال الجوي الجزائري الله يهديكم الله يهديكم ويثبتكم لأن هذه السياسة نتعى المطارات لا تنفعوكم لا تنفعوكم لا تنفعوكم هذه السياسة لا تنفعو مع الجزائر الله يهدي مخلق السلام عليكم